اشتركوا في القناة وحسب مصادر محلية فإن الشاب وقف صيارته أمام باب مسجد السالمية وصعد فوق صقفه وبدأ ينادي على جموع المواطنين الذين تجمعوا حوله بسرعة وأضاف نفس المصدر أن الشخص بدأ بالدعوة إلى إعادة فتح المساجد في وجه المصلين لأداء صلاة الجمعة بعدما تأجل أداؤها مدة طويلة هذا وفور توصلها بالوقع انتقلت لعين المكان عناصر السلطة المحلية والأمن الوطنية وتم توقيف الشخص المذكور ونقله إلى ولاية الأمن التحقيق معها في الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر